اشتركوا في القناة للحديث اليوم عن الذكرة الثانية والاربعين للتأسيس الحزب المتمر الشعبي العام في ظل حرصا على تقديم كراءة جديدة لدلالات هذه الذكرة ولمعانيها في ظل التحولات الدولية والإقليمية والمحلية وفي ظل المحصلة الدرامية على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية منذ اندلاع الربيع العربي وحتى هذه اللحظة يعني رصيد أو نتائج كارتية وتحولت في الموازن القوات تحولت في المواقف جملة من التغييرات والتحولات التي طرأت على كافة هذه الأسعدة سواء الصعيد الدولي العالمي أو الصعيد الإقليمي للشرق الأوسطي بما فيه العرب وإيران أو كذلك الصعيد المحل اليمني والذي كان فيها المؤتمر هو الهدف وهو الرهان وهو البحية وهو الأمل على كافة المفردات الأربع الذي ذكرناها وفي ظل عقلية سياسية أو فلسفة سياسية شكلت عقلية استطاعت أن تتعاطى مع ملف الأزمة اليمنية بنوع من الحنكة ونوع من القدرة على الاستمرارية والبكاء في ظل المعادلات السياسية بل والوصول إلى أكثر مربعات الرهان أو مربعات الفوز وإثبات الجدارة في هذه الدكرة الثانية واربعين لن نستهلك وقتنا كما هو كل مرة أو كل سنة بل نتحدث عن طبيعة النشأة وخصائص المؤتمر ودلالات هادس المجموعة السمات التي تميز المؤتمر كحركة سياسية كحزب ينبثق من واكع اليمن ويتشكل في ظل لجنة حوار ويؤسس في ظل خطاب جامع المؤتمر الشعبي الآن حزب فريد في تنشئته في تشكيلته في فكره في عملية نموه في عملية تطوره في كافة وهذا ما ذكرنا طيلة السنوات الماضية في قراءتنا التأملية له بأنه يتميز بسيرورة وصيرورة تجعله مختلف تماما في كافة صور سيرورته وفي كافة محصلات السيرورة التي وصل إليها واكتسى فيها كافة سماته اللي منحته الصلابة والمرونة في أن واحد مما جعله دائما في حالة ديمومة البقاء في معادلة السياسية اليوم سنتحدث عن وضع الدكرة الثانية والأربعين ما هو المستجدات فالوضع الدولي والإقليمي في هذه المرحلة يعني السنة الماضية في الدكرة الواحدة واربعين تحدثنا عن تحولات كبيرة وتغيرات كبيرة في النظام الدولي وكنا نستشرف في حلقات العام الماضي في كراءة مطولة للدكرة الواحدة واربعين من هذا البرنامج أقصد نستشرف بأن هناك تحول قادم وبأن التحولات ستفتح الأمل للمؤتمر الشعبي العام وبأن المؤتمر الشعبي العام استطاع بحنكته السياسية وبحكمته الوطنية أن ينحني لكل العواصف وأن يخوض الصبر والتصابر والقوة والمرونة الكافية بأن توصله حي يرزق إلى هذه اللحظة رغم كل الحرص ورغم كل التآمر ورغم كل التكالب الذي حرص عليه كافة الفاعلين الدوليين وحتى الإقليمين وحتى المحلين لاستهداف المؤتمر هذا ما قلناه في الدكرة الواحدة واربعين لكن في الدكرة الواحدة واربعين سنقولها اتصالا مع تحولات جديدة دولية أيضا عقربة 7 أكتوبر وإضا مع تحولات كبيرة جدا أوصلت كل من سياسات المؤتمر الناجحة وتحولات وقناعة اللاعبين الإقليميين والدوليين إلى رفع العقوبات عن قيادة المؤتمر الشعبي العام التاريخية وعن ما يسمى بمركز صالح أو المركز الحيوي في قيادة المؤتمر الشعبي العام كل هذه دلالات معينة تأتي على الدكرة الثانية واربعين لها دلالتها الهامة في كراءتها للذكرة وحتى نتسق بين كراءتنا للذكرة 41 والثانية واربعين علينا أن ندرك بأن المؤتمر الشعبي العام ذا المحور الهدف في استهداف كافة القوى القوى الدولية التي خططت للعنة الربيع العربي والقوى الإقليمية التي تعاطت مع هذا التيار ومع هذه الموجة الكبيرة الدولية العالمية الأمريكية التي تعاطت مع الإقوان وتعاطت في لعيبها أيضا مع إيران ومع وكلاءها في المنطقة وكل هؤلاء اكتمعوا على هدف معين يتوازأ أو يتترجم مع فكرة انهاء الدولة الربيع العربي جاء لإعادة وتقسيم وتغيير منطقة الشرق الأوسط وإعادة اسم الخرائط فيها فيما يكتضي دول معينة بما فيها اليمن بأن يتم القضاء على الدولة القضاء على المؤسسية القضاء على الحرية القضاء على التجربة الديمقراطية والتي اكتضت بالضرورة القضاء على صانع وحامل هذه المشاريع وهو المؤتمر الشعب العام وبالتالي كان استهداف المؤتمر الشعب العام استهداف منهج قائم على أسس تأصيلية في أجندات الربيع العربي غير أن المؤتمر الشعبي بسبب طبيعة صلابته التكوينية ومرونته السياسية مرونته السياسية بمعنى إدراكه لهذا الواقع وتحدثنا طويلا في ذكرى الماضية عن مدى إدراك المؤتمر الشعبي العام لكافة تداخلات ومسارات ومساكات الأبعادة الدولية والإقليمية والمحلية للأزمة اليمنية انطلاقا من الربيع العربي وما تلاقي حتى هذا اللحظة لكن كلمة استهداف المؤتمر الشعبي العام كانت هي الورقة المشتركة الكافة اللاعبين الدوليين والإقليمين والمحليين لأن هذه النقطة كانت هي الأساس الذي انطلق منه كل محصلات وأهداف اللاعب الدولي الذي أرادنا من الربيع العربي عادت رسم الخريطة اللاعب الأقليمي أيضا سواء كات إيران أو حتى مقاوف الخليج في ظل الألعوبة الدولية الكبرى بعد تأسيس أو زرع ورقة الحوثي في الجمهورية اليمنية كل هذا أيضا كان يكتضي بالضرورة اللاعبين ما يجب القضاء على المؤتمر الشعبي العام لكن عملية القضاء أو استهداف المؤتمر الشعبي العام تواجهت مرونته وصلابته وحنكة الرئيس علي عبد الله صلى الله رحمه الله وبالتالي يمثل المؤتمر الشعبي العام في هذه المعادلة التي تكالبت عليه فرصة وهدف بذات الوقت فحاول كافة اللاعبين الدولي والأقليميين يعني المؤتمر بصورة أوضحة نعيد قراءة المرحلة المؤتمر الشعبي العام مثل الورقة الرابحة لكل القهوة التي لعبت لعبة الربيع العربي وما بعدها وبذات الوقت كان هو الخطر الذي يهدد كل الأجندات التي تلعب في اليمن فكان المؤتمر بالنسبة لهم هو الجميع حريص على أن يحصل عليه هو الجميع حريص على أن يقضي عليه فخرجوا في نهاية الأمر بأنه يجب أن يبقى المؤتمر في ظل محاصرة مركز صالح أو محاصرة الرئيس اليمني بحكم أهمية القيادة بالنسبة لهذا الحزب وهذا فكرة القيادة فكرة سنحدث عليها في حلقة كانت لأننا الآن مجتمع بعد الربيع العربي مجتمع ملوث ملوث بما عبث فيها العلام الغربي والعلام العربي والقوى الأصولية الرجعية سواء كانوا الأخوان أو الحوثة فأصبح العقل العربي الجديد يعني ضد فكرة القيادة السياسية ومشدوه ومنطلي ويقدس الخلافة سواء كانوا المعسكر السنية السلفي أو الإمامة عند المعسكر الشيعي الاثنى عشري وهذه كارثة هذه كارثة عندما أنت تصبح مسخ من مسوق التفكير الذي لا يستطيع أن يميز ولا أن يقدر ولا أن يربط رباط حضاري في موضوع كهذا وبالتالي إحنا أمنا لا تستطيع أن تصل إلى قرار في ظل هذه اللوثة العميقة الذي فصلوا فيها الدين ربطوا فيها الدين عن السياسة وفصلوا الدولة عن الدين في كراءة التاريخ وفي كراءة أشياء كثيرة وبالتالي هناك نوع من الانفصام في العقل الجمعي للمجتمعات لكن ما أريد أن أقوله هنا بأن المؤتمر الشعبي في ظل هذه المعادلة ظل هو الهدف والغاية والورقة الرابحة للجميع الجميع القوى الأقليمية تريد أن تكسب المؤتمر لما يتسم من سمات في معركة الملف الأزمة اليمنية والجميع أيضا كان يخشى المؤتمر لما يمتلكه من ثوابت وخطاب ومشروع وطني وببادئ الحوار والشراكة وكل ما يتعارض مع أجندات ومشاريع وبرامج الربيع العربي أو مشروع التوسع الإيراني أو مشروع الوطن الأمريكي أو حتى مشروع الزج لأن الربيع العربي تحدى في 2011 ولكنه ظل يستمر يعني هو استمر ولا سيما عاكب في ظل حكم الديمقراطيين استمر وعاد بشكل جديد بأن يتم هناك صراع أصولي لأن الربيع العربي أنتج في منطقة الشفة الجزيرة العربية صراع أصولي بين قوى سواء في العراق في سوريا في لبنان في اليمن أنتج صراع أصولي بين قوى متخلفة في عسكر سني ومعسكر شيعي وأرادوا أن يتحول الربيع عربي في اليمن إلى صراع بين الأقوان وبين الحوثة أو بين القوى الإيرانية والقوى الأصولية الرجعية بحيث أن يزج بالخليج في حرب إقليمية تعمل على تحقيق الربيع أو المرحلة الثانية من الربيع الثاني وهذا ما كان بدأ فيه حتى مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض في السنة الأولى لو لا تحولات الحرب الأقليمية وما غيره وهذا الكلام نحن نناقشه وننتابعه باستمرار فكان المؤتمر هو الورقة المشلولة الذي يجب أن يتم شلها مع إبقاءها تركة لكادم الأيام من خلال تستيصال جمجمتها واستيصال القيادة أو قمرة القيادة التي موجودة فيها بدلالات التاريخية ولا سيما مركز صالح في هذا النقطة وبالتالي كانت فرض العقوبات أحد أهم القيود والأدوات الدولية التي تعمل على تحقيق مقاصد وتوجهات الأزمة الدولية أو المؤامرة الدولية التي تستهدف اليمن دولة وتستهدف اليمن حضارة وتستهدف اليمن ثقافة ودين وتستهدف اليمن أيضا حرية ووحدة وعلى كافة مناهل ومعاني الحضارة اليمنية وبالتالي نحن أمام موقف غير طبيعي يعني نعرف تماما بأنه بدأت في الدكرة حتى 41 تحدث بأنه سيكون هناك أن المؤتمر قادم يلعب دور بين صراع القوى الرجعية أو القوى أن الصراع الذي سيعود سيعود بصورة وجهة متخلفة لصراع بين الأقوان وبين الحوثيين هذا الصراع يستهدف القضاء على الدولة القضاء على الديمقراطية القضاء على الوحدة صراع بعقلية الميليشيا بتوجهات العمالة ببوصلة التخريب بإبقاء فكرة الإمامة والخلافة وكل ما هو وهمي وغير حقيقي في الخطاب السياسي المسموم الذي يتعرض له الأمة في هذه المرحلة هذا الأساس الذي نتحدث فيه لكن حدثت تحولات أريد أن نتحدث الآن ونبدأ أن نتحدث فيها يعني لاحظتم الآن ما يحدث اليوم ما يحدث اليوم في قلب الصراع الإيراني مع عاكب 7 أكتوبر لاحظنا ما كتبوا آخر تصريح لخامنئين تحدث يعني رجل هذا هو رجل الفتنة الكبيرة في هذا الزمان خامنئين وضع تصريح في أربعينية الحسين رضي الله عنه تحدث أو صرح قال أنا سلم لمن سالمكم وأنا حرب لمن حربكم بهذا النص وقال بأن المعركة مستمرة بين الجبهة الحسينية وبين الجبهة اليزيدية وبأن هذه المعركة لن تنتهي بهذا الشكل وبالتالي لا زالت يعني هناك مشروع تصعيدي لمحاولة خلق صراع بين القوى الرجعية والأصولية المتخلفة التي تستهدف إلى تدمير كل المنطقة يعني هذا التصريح تمكب في خلال هذا الأسبوع من خامنئ بما يثبت بأنه هو رجل النعرات ورجل الطوائف ورجل الصراع في هذا الجانب ولكن ما أريد أن أقوله في هذا اللحظة بأنه هذا المناخ الذي صنعه النظام العالمي والإكليمي في الربيع العربي تحول تحول كبير عقب 7 أكتوبر لأن الصراع السيادة أو الصراع القطبي الذي كان يحدث في العالم وهذا ما أضع لهذا البرنامج القدرة على استشرافه مبكرا في حلقة هذا البرنامج لأن الثعابين الأصولية الذي زرعها المجتمع الدولي في الربيع العربي والألعاب الإكليمية كلها أصبحت بعد 7 أكتوبر أو القوة هذه أو أطراف أو وكلاء أو أحدية إيران في المنطقة تحولت إلى أدوات من أدوات الصراع القطبي والمعركة السيادة الدولية وبالتالي شعر المجتمع الغربي الذي جاء بأكذوبة الربيع العربي بأن هذه النقطة أصبحت مرتدة عليهم وحتى المجتمع الإقليمي حتى دول الخليج حتى المجتمع العربي حتى كافة القوى الإقليمية شعروا بأن محاربة أجهزة أو جهات أو أحزاب أو شخصيات أو قيادات الدولة والديمقراطية خلال مرحلة الربيع العربي أولدت هذه الثعابين التي هي مستأجرة لمن يدفع وقد تموضعت أو وضعت نفسها في معسكر يناهض بمعنى أصحى انقلب السحر على السحر وبالتالي وجدنا بأن العالم بدأ يتغير في سلم أولوياته لإدارة ملفات الشرق الأوسط وهذا ما قلناه فجاءت معا الدكرة ما بين الدكرة 41 و 42 نجاح الجهود الذي قام بها المؤتمر من أجل رفع العقوبات عن قيادة السياسية ممثلة بالشهيد علي عبدالله صالح رحمه الله وأيضا نجله نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام حمد علي عبدالله صالح وهذا كان انتصار لمسيرة طويلة من التروي ومن المصابرة ومن الصلابة ومن المرونة ومن الإدراك الذي يمتاز فيه المؤتمر الشعب العام في إدراكه لكافة تداكلات وأبعاد ومساكات الأزمة اليمنية دوليا وأقليميا ومحليا ومن يستذكر خطابات علي عبدالله صالح خلال حرب التحالف أو ما لحقها أو ما سبقها كان دائما على صالح يضع بين سطور خطاباته العديد من الرسائل ذات الأبعاد الجيوسياسية للعالم حول أهمية التحول وكان يتعاطى مع الأزمة اليمنية كمحصلة تحولات جيوسياسية أقليمية ودولية أكثر من تعاطيها مع قوى رجعية في الحصبة أو قوى رجعية في مران أو قوى رجعية موجودة في أماكن معينة ذات شعارات كلها ممولة لصراعات أقليمية هذا الكلام الحقيقي الذي يجب أن نعرف فالمؤتمر الشعبي لا ينزل إلا الشارع ولا الرصيف ولا يحمل السلاح ولا يتخاطب مع وكلاء بالمعنى الصراعي بل هو يبحث عن حوار يبحث عن شراكة في ظل نفس استلهامه يعني المؤتمر الشعبي العام في الواقع هو يمارس كينونته الذي يجابه يعني إذا ما كرأنا تاريخ السياسة الدولية من عام 75 حتى 84 وتاريخ السياسة الدولية حاليا من عام 2000 أو من عام 99 حتى الآن سنجد أن هناك تطابق كبير جدا فيما يحدث ولا سئنا إذا قارننا 75 إلى 82 ثلاثة وثمانين ميلادية هذه المرحلة مرحلة بدء نهايات الحرب الباردة ومرحلة اندلاع الحرب الباردة حاليا أو صعود الروسيا والصين سنجد بأن هناك وضع دولي وإكليمي تشابه بين الفترتين الفترة الآن التي فيها عودة للمؤتمر الشعبي العام والفترة التي فيها ولادة المؤتمر الشعبي العام في السابينات يعني حدثت انكلابات كثيرة في تلك المرحلة من 75 إلى 84 حصل انكلابات واغتيالات في باكستان في إيران إيران حجاء الخميني حرب العراقية الإيرانية تفجيرات في كل مكان حروب في الجزائر اغتيالات كيادات مختلفة السادات كام ديفيد مختلف مختلف التشكيل المجلس التعاون الخليجي كل هذه التحولات كانت ب75 كبيرة سقوط عواصم كبرى ما بين المعسكر الاشتراكي ومعسكر الحرب الإفغانية كل هذه الأحداث حدثت في تلك المرحلة خلقت نوع من الاستقطاب العالمي حينها بين الاشتراكية والرأسمالية حول اليمن أيضا الاستقطاب القومي الإسلامي الذي حدث على مستوى الشرق الأوسط هذا الظروف الدولية والمناخات الدولية انعكست صراعات داخل المجتمع اليمني وانعكست على اغتيال رؤساء اليمن في فترة قياسية في صنعاء وفي عدن وهذا ما لاحظناه منذ تلك المرحلة برمتها بسبب استقطاب عالمي وصراع يبدأ من موسكو أو الاتعاد السوفيتي وواشنطن وحتى وصولا إلى الإقليم ووصولا إلى اغتيالات في العاصمة صنعاء وفي العاصمة عدن بين رؤساء الدول نفسها في ظرف سنة تقريبا حوالي خمسة رؤساء يمنين كانوا في مرحلة اغتيال حتى جاء علي عبدالله صالح وجاء المؤتمر ليتحول إلى مصل مضاد لكافة السموم واللوثات التي اندلقت أو التي اندلقت مضلالها على اليمن وتشكل المؤتمر في ظل لجنة حوار وفي ظل شراكة وتشكل كحزب جامع شامل فكانت هناك أوجد الصيغة وأوجد الميثاق وأوجد الرؤية التي تفند وتبدد كل هذه الأجواء الحرب والكتل التي كانت من المفترض أن تحول اليمن في 84 أو 83 أو في مطلع الثمانيات إلى أفغانستان في شبه الجزيرة العربية وهذا الآن ما يحدث حاليا في ظل نفس التوازنات الدولية والآخرات الدولية لكن المجتمع الغربي أدرك بعد 7 أكتوبر بأن هذه الميليشيات وبأن هذه القوى وبأن هذه التي أراد أن يصنع من خلالها ربيع ثاني أصبحت أوراق مجندة في معسكر خصومه في هذه المنطقة لا تصدقوا لا إيران ولا روسيا ولا الصين ولا أمريكا يريدوا أن يحرروا شبر من فلسطين على الإطلاق ولا أن يحرروا وأن الموضوع كلها مهاترات وعناوين لاستقطاب الصراعات الأكليمية في المنطقة وبالتالي بدأ الاختناع بأن محاربة فكرة الدولة وإنهاء الدول والمؤسسات والجيوش والأمن والاستقرار لصالح هذه الميليشيات العفنة والضعيفة والمتخلفة والرجعية أصبح نظار لبهم وبالتالي جاءت فكرة انتهت نزعة العالم نحو محاربة قوى الدولة على سبيل المثال وبالتالي كانت الفكرة بأن يتم رفع العقوبات في هذه اللحظة لأن الظروف ومواقف المؤتمر وصبره وتفهموا للأزمة السياسية اليمن وتفهموا للأزمة السياسية للمنظور الدولي من منظور إقليمي من منظور محلي من منظور تاريخي أيضا جاءت لهذه اللحظة التي جناها المؤتمر فيها مصابرته وبالتالي نجد أن هناك تحولات كبيرة وبالتالي إذا تحدثنا عن أثر كل هذه التحولات على هذه الخطوة على هذا المنحة سنجد هناك أن أبرز ما يميز الدكرة الثانية والاربعين هو الكلمة أو الخطاب أو التهنة التي أصدرها نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبدالله صالح في مناسبة هذه الدكرة والتي تأتي كأول كلمة أو خطاب أو تصرف يصدر منه بعد رفع العقوبات بصورة شبه كاملة حتى هذه اللحظة وكان هذا الخطاب خطاب واضح فيها روح المؤتمر فيها المبادرة فيها الثقافة الخاصة بالمؤتمر الشعبي العام فوجدنا أن هناك تهنئة والشكر لكافة أفراد المؤتمر الشعبي العام في الداخل وفي الخارج لكافة صورة الصمود لصورة التحمل لصورة الانتمال لصورة الوراء لصورة الحكمة بصورة كاملة وتحدث فيه لأول مرة يتحدث المؤتمر الشعبي العام بعيدا عن دعاوات الآخرين عن إرادته وتحدث بأن المؤتمر الشعبي العام لن يكف متباكين على أطلال الماضي أو مكتوف الأيدي إذا ما يتطلب منه من واجبات وطنية وهذا حسن نوايا وعزم في ذات الوقت وهذا خطاب يوعد بالكثير إذن وبنفس الوقت أعلن في هذه التهنئة أو في هذه الكلمة عن وجود رؤية يمتلكها المؤتمر الشعبي العام لانتشال الشعب اليمني من هذه المعاناة التي تجبتها منذ الربيع العربي وحتى هذه اللحظة أيضا المؤتمر الشعبي العامي يمتلك رؤية لاستعادة الدولة يمتلك رؤية لاستعادة اليمن في ظل الوحدة والديمقراطية والثورة 16 ستمبر والقيام الجمهورية بصورة كاملة وهذه الرسائل كاملة ولكن قال بأن هذه الرؤية حتى يتم تنفيذها يتطلب المزيد المزيد من التكارب مع القوى الوطنية يعني نحتاج أن التكارب في هذه المرحلة السابقة كاللازال يتأثر بالأبعاد لأن كافة القوى التي أنتكها الربيع العربي قوى تعمل في إطار أجندات دولية لا تمتلك الحرية حتى تتعامل مع السيادة تمتلك أيضا تجاوز الماضي أو تتطلب تجاوز الماضي في مزيد من التكارب تمتلك أو تتطلب أيضا فكرة صفحة جديدة وهذا نوع من الإعلان عن رؤية لأن القوى الأخرى كما ذكرنا دائما لا تمتلك رؤية لأنها تمتلك أطماع لا تمتلك أهداف يعني كالإخوان الحوثيين حتى الأحزاب اليساري الذي فقدت اتصالها لأيدلوجي فقدت حتى إيمانها بذاتها لم تكن تمتلك إلا الرغبة في الوصول للسلطة والحزب السياسي إذا فقد رؤيته أو فقد حقيدته الهدفة هو في الواقع يتحول إلى عصابة تسعى نحن السلطة يعني كأي عصابة تتحاول أن تسرق بنك لا تكون في الواقع شرعية أو خيرة في الأساس لأن الرؤية هي من تشدب أو تؤدب أي حركة سياسية تسعى للسلطة وبالتالي هو يعلن بدل الموتور يمتلك الرؤية ولكنه يحتاج في ظل هذا الصراع إلى عادة قراءة الأزمة وإلى عادة التحالف بمزيد من التكارب يعني هناك تكارب ولكنه يريد المزيد وأيضا دعا في ظل هذا الكلام في هذه الكلمة كان هناك دعا وصريحة لمجلس القيادة الرئاسة والحكومة والكافة المؤسسات التي تتصلها بأنه يجب العمل من الداخل لإعادة بناء مؤسس الدولة حتى يتم تلمص واكع الأحوال المواطنين وأيضا دعا إلى تلمص المواطنين وقال بأنه حان الوقت الوطن أن يلملم شتاته هذه الكلمة تحمل الكثير من التحول والتغير الذي يعني بأن المؤتمر الشعب العام يتتاوب لدوره التاريخي ويجب علينا أن نقرأ دوره القادم في ظل استلهامنا للظروف الإقليمية والدولية التاريخية التي جاءت به والتي يكيب عليها الرهن في قادم الأيام المؤتمر الشعب العام هو جزء من هوية اليمنين لا ننتمي إليه وينتمي ويتشكل منا وفينا وإلينا المؤتمر الشعب العام هو الذي يمتلك المعادلة الحقيقية التي تمثل إرادتنا والإرادتنا في الواقع هي السيادة الحقيقية الوحيدة لليمنيين لا يمتلك لا الحوثيين ولا الإكوان ولا أي قوة جاءت به الخارج لتمتلك سيادة العملاء لا يمتلكوا سيادة لأنه ليسوا سيادة أنفسهم وفاقد الشيء لا يعطيه وبالتالي المؤتمر الشعب العام هو من يمتلك التسامح والحوار والقدرة والشراكة في انتشال اليمن بكل الكوارث والنوائب التي أصابته عقب الربيع العربي أكتفي بهذا القدر في هذا الحلقة بنظرا لضيق الوقت ولكن في الحلقة القادمة سنواصل أهمية المؤتمر في ظل هذا السياق أنتهت حلقتين هذا اليوم الرحمة والكلود للدعمين عبدالله صالح تحير جيهن اليمنية وإلى حلقة قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة